في أولى تدعية الانفصال التاريخي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 43 عاما من العضوية بدى واضحا تخوف البريطانيين من تبعات فقدانهم جواز سفرهم الأوروبية الذي سيضطرهم للوقوف في طوابير الانتظار الطويل المخصصة في المطارات المواطنين من خارج الاتحاد ما دفعهم للبحث عن طريقة للحفاظ على جواز سفرهم عن طريق عرضهم للزواج من أوروبيات وكتبت إحداهن في تغريدة أنا أقبل عروض الزواج الآن مع أسرة ألمانية بريطانية لأتمكن من الحفاظ على جواز سفر الاتحاد الأوروبي وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية أنها تلقت عددا كبيرا من طلبات التقدم للحصول على جوازات السفر الأيرلندية من بريطانيا فضلا عن ارتفاع عمليات البحث في المملكة المتحدة على جوجل عن الحصول على جواز سفر أيرلندي ما يؤكد إصابة المغتربين بالذعر ويحاولون الحصول على الجنسية أو تحديد أوضاعهم في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي يأتي هذا بينما وقع أكثر من مليوني شخص في بريطانيا على عريضة لإعادة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وبهذا يتعين على البرلمان مناقشة العريضة التي يأمل مواقعها أن تغير نتائج الاستفتاء الأول الذي أخرج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر